يبدو أن وضع الميدان بين حزب الله وإسرائيل أبعد ما يكون عن تصعيد لا يمكن السيطرة عليه فحرب الاستنزاف بين الجانبين أخذت منحنا خطيرا مع زيادة القصف المتبادل بشكل غير مسبوك وترقب المنطقة تصعيدا جديدا على خلفية مقتل قادة بالحرس الثوري بغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق الطائرات الحرب الإسرائيلي شن سلسلة غارة جوية بالصواريخ استهدفت مرتفعة عرمت وريحان كما استهدفت طائرات الاحتلال مجمعا عسكريا موسعا لحزب الله وفي هجوم ناقل إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان أطلق حزب الله عشرات الصواريخ الكاتيوشة على مواقع عسكرية إسرائيلية قال جيش الاحتلال إنه اعترض معظمها وفي إطار الاستعدادات الاحتمال لنشوب حرب في الشمال كان الجيش الاحتلال قد أجر منذ أيام تدريبات على استعداد الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ورفع أهلية مستودعات الطوارئ التابعة لقيادة المنطقة الشمالية لغرض التجنيد واسع النطاق لجنود الاحتياط ومنذ بداية القصف المتبادل قتل في لبنان 363 شخصا على الأقل بينهم 240 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية في المقابل قتل في الجرب إسرائيلي عشرة عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان وفق بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولمدة طويلة كانت المصادمات على الحدود تبدو محسوبة بعناية وكان ثم تحذر من تجاوز خطوط حمراء غير معلنة خشية التصعيد والوصول إلى حرب شاملة